خمسة تفاضل مجموعة دلتين بيساوي مجموعة تفاضل أيهما وبالتعميم إذا كان لدينا أكثر من دلتين فإن تفاضل المجموعة الجبري لعدة دوال بيساوي مجموعة تفاضلات هذه الدوال مثال أوجد المشتقة الأولى dy على dx لكل دالة من الدوال الأتية مستخدما القاعدة السابقة ألف y تساوي إيه جزر 2 حيث هي مقدار ثابت بيساوي 5x3 زاد 2x جيم y تساوي 3x3 نقص 1 دال y تساوي 3x3 نقص 2x تربية زاد 7x زاد 9 الحل ألف dy على dx تساوي 0 لأن المقدار هو مقدار ثابت اللي هو إيه في جزر 2 يعتبر مقدار ثابت وبتالي تفاضله بصفر با dy على dx نستخدم القاعدة السابقة وبالتالي dy على dx تساوي 15x تربية زاد 2 جيم dy على dx تساوي 3 في 3 وبالتالي dy على dx تساوي 3 في تلت x أس تلت نقص 1 وبالتالي dy على dx تساوي 3 على 3 x أس سالب 2 على 3 دال نستخدم القاعدة السابقة أيضاً dy على dx تساوي 9x تربية نقص 4x زاد 7 القاعدة السادسة من قاعدة تفاضل تفاضل حاصل ضرب دلتين تفاضل حاصل ضرب دلتين يساوي الدلة الأولى في تفاضل الدلة الثانية زائد الدلة الثانية في تفاضل الدلة الأولى مثال أوجد المشتقة الأولى dy على dx لكل دلة من الدلتين ألف y تساوي x أس 3 مضروعة في x تربية نقص 1 x أس 3 الدلة الأولى و x تربية نقص 1 الدلة الثانية با y تساوي 4x تربية الدلة الأولى مضروعة في 3x نقص 2 الدلة الثانية لإيجاد المشتقة الأولى لهذه الدوال نقوم بتطبيق القاعدة ألف dy على dx تساوي الأولى x أس 3 في تفاضل التانية اللي هي x تربية نقص 1 تفاضلها ب2x زائد التانية اللي هي x تربية نقص 1 في تفاضل أولى اللي هو x أس 3 تفاضلها 3x تربية ثم نقوم بضرب الحدود وجمعها x أس 3 في 2x تساوي 2x أس 4 في حالة ضرب نجمع الأسس زائد 3x تربية في x تربية يساوي 3x أس 4 3x تربية في سالب 1 سالب 3x تربية ثم نقوم بتجميل حدود المشابة 2x أس 4 زائد 3x أس 4 يساوي 5x أس 4 نقص 3x تربية بق dy على dx يساوي الأولى 4x تربية في تفاضل التانية 3x نقص 2 تفاضلها يساوي 3 زائد التانية 3x نقص 2 في تفاضل الأولى 4x تربية تفاضلها بـ 8x ثم نقوم بضرب الحدود وجمعها 3 في 4x تربية بـ 12x تربية زائد 8x في 3x يساوي 24x تربية سالب 2 في 8x يساوي سالب 16x نقوم بتجميل حدود المشابة 12x تربية زائد 24x تربية يساوي 36x تربية نقص 16x هذه هي المشتقة القاعدة السبعة تفاضل خارق قسم الدلتين تفاضل خارق قسم الدلتين تساوي مربع المقام المقام في تفاضل البسط نقص البسط في تفاضل المقام المقام مثال أوجد المشتقة الأولى dy على dx اللي كل ده اللي لها من الدولة الآتية ألف يساوي عادة ألف y بتساوي 5x على 2x تربية زائد 2 المقام 2x تربية زائد 2 والبسط 5x بق y تساوي 4x تربية نقص 3 البسط المقام 2x تربية زائد 1 لإيجاد المشتقة الأولى dy على dx اللي كل ده اللي من الدولة السابقة نقوم بتطبيق قاعدة تفاضل خارق قسم الدلتين ألف dy على dx نقوم بتربية المقام المقام تربية 2x تربية زائد 2 لكل تربية المقام 2x تربية زائد 2 في تفاضل البسط يساوي 5 نقص البسط 5x في تفاضل المقام اللي هو 2x تربية زائد 2 تفاضلها ب4x ثم نقوم بضرب 5 في 2x تربية ب10x تربية زائد 5 في 2 بعشرة نقص 4 في 25x تربية على المقام تربية اللي هو 2x تربية زائد 2 كل تربية ثم نقوم بتجميل حدود المتشابهة 10x تربية سالب 20x تربية زائد 10 وبالتالي يساوي 10 نقص 10x تربية على المقام تربية 2x تربية زائد 2 لكل تربية 2 dy على dx تساوي مربع المقام 2x3 زائد 1 لكل تربية المقام 2x3 زائد 1 في تفاضل البسط 8x نقص البسط 4x تربية نقص 3 في تفاضل المقام 6x تربية نقوم بالتخلص من الأقواس نقوم بضرب 8x في 2x تربية يساوي 16x تربية 8x في 1 8x يبقى زائد 8x نقوم بضرب 6x تربية في سالب 4x تربية يساوي سالب 24x تربية 6x تربية في موجب 3 موجب 18x تربية نقوم بتجميع الحدود المتشابهة سالب 24x تربية زائد 16x تربية يساوي سالب 8x تربية زائد 18x تربية زائد 8x على مربع المقام 2x3 زائد 1 لكل تربية القاعدة التامنة تفاضل القوس تفاضل القوس إذا كان لدينا قوس مرفوع إلى قوة فإن dy على dx يساوي تفاضل القوس في تفاضل ما بداخل القوس مثال أوجد المشتقة الأولى dy على dx يساوي 5x لكل ده لكل ده لمن الدوائر الآتية ألف ي تساوي 3x ثلاثة ناقص 2x تربية زائد 1 لكل قوس خمسة با ي تساوي 7x ثلاثة ناقص 2x ثلاثة زائد x زائد 1 لكل قوس سبعة الحل لإيجاد المشتقة الأولى للدوائر السابقة نقوم بتطبيق القاعدة السابقة وبالتالي dy على dx تساوي 5x ثلاثة ناقص 2x تربية زائد 1 قوس خمسة ناقص 1 في تفاضل ما بداخل القوس 3x ثلاثة تفاضلها 9x ثلاثة ناقص تفاضل 2x ثلاثة تساوي 4x زائد تفاضل 1 بصفر وبالتالي فعنا dy على dx تساوي 5 في 3x ثلاثة ناقص 2x ثلاثة زائد 1 لكل قوس 4 في تفاضل ما بداخل القوس 9x ثلاثة ناقص 4x با بنفس الطريقة يتم بتطبيق القاعدة dy على dx تساوي 7 في 7x قوس خمسة ناقص 2x ثلاثة زائد x زائد 1 كتابة القوس كما هو ثم نطرح من القوس 1 تصبح القوس قوس 6 في تفاضل ما بداخل القوس تفاضل 7x ثلاثة يساوي 35x ثلاثة سالب تفاضل 2x ثلاثة يساوي 6x تربية تفاضل x بواحد وتفاضل 1 بصفر القاعدة التاسعة تفاضل الدلالة القوسية تفاضل الدلالة القوسية يساوي الدلالة نفسها في تفاضل القوس مثال اوجد المشتقة الاولى dy على dx لكل دلالة من الدلالة الاتية لإيجاد المشتقة الاولى نقوم بتطبيق القاعدة الف dy على dx الدلالة نفسها dy على dx يساوي الدلالة نفسها e xx في تفاضل Cooper له x تفاضل بواحد إذن dy على dx يساوي e xx d باء dy على dx يساوي الدلالة نفسها e xx تربية زي 2 في تفاضل وس WHO هو x تربية زي 2 تفاضله ب2x اكس. جيم. دي واي على دي اكس. حيث مقدار ثابت. وبالتالي دي واي على دي اكس سوى صفر. دال. دي واي على دي اكس. سوى الدالة نفسها. اي قصة 4 اكس قصة 3 زائد 3 اكس تربية زائد اكس زائد واحد. تم كتابة الدالة كما هي. في تفاضل القص. القص هو اربع اكس قصة 3 زائد 3 اكس تربية زائد اكس زائد واحد. تفاضله. اربع اكس تلاتة تفاضلها. اربع اكس تلاتة تفاضلها اتناشر اكس تربية. زائد تلاتة اكس تربية تفاضلها ستة اكس. زائد تفاضل اكس بواحد وتفاضل واحد بصفر. القاعدة رقم عشرة. تفاضل الدالة اللغة الاتمية. تفاضل الدالة اللغة الاتمية بيساق واحد على الدالة في تفاضل الدالة. مثال اوجد المشتقة الاولى dy على dx لكل دالة من الدولة الاتية الف y تساوي لغة رتم x باء y تساوي لغة رتم 3x تربية زائد 3x زائد 2 الف نقوم بتطبيق القاعدة dy على dx 1 على الدالة في تفاضل الدالة تفاضل x بواحد يبقى dy على dx تساوي 1 على x باء dy على dx تساوي الدالة نفسها 3x تربية ناقص باء dy على dx 1 على الدالة الدالة هي 3x تربية ناقص 3x زائد 2 10 تفاضل الدالة الغرتمية تفاضل الدالة الغرتمية يساوي 1 على الدالة في تفاضل الدالة مثال اوجد المشتقة الاولى dy على dx لكل دالة من الدولة الاتية الف y تساوي لغرتم x باء y تساوي لغرتم 3x تربية ناقص 3x زائد 2 الحل لإيجاد المشتقة الاولى لكل دالة من الدولة السابقة نقوم بتطبيق قاعدة تفاضل الدالة للغرتمية الف y تساوي لغرتم x ف dy على dx تطبيق القاعدة تساوي 1 على الدالة أي 1 على x في تفاضل الدالة تفاضل x بواحد وبالتالي dy على dx تساوي 1 على x باء y تساوي لغرتم 3x تربية ناقص 3x زائد 2 نقوم بتطبيق القاعدة وبالتالي dy على dx تساوي 1 على الدالة 1 على 3x تربية ناقص 3x زائد 2 في تفاضل الدالة تفاضل 3x تربية 6x سالب تفاضل 3x ب3 وتفاضل 2 بصفر زائد 0 إذن dy على dx تساوي 6x ناقص 3 على 3x تربية ناقص 3x زائد 2